تحمل أيام الشتاء بهجة من نوع خاص يعيدها كل عام موسم الأعياد واحتفالات الميلاد ورأس السنة فيكس الشوارع الأحمر والأخضر وتنتشر الزينة والأنوار وتضاء أشجار الميلاد في البيوت لتعبر عن رمز الحياة والنور وبداية عام جديد وترجع أصول شجرة الميلاد للعصور الوسطى بألمانيا الغانية بالغابات الصنوبرية دائمة الخضرة وتعد رمزا للحياة الدائمة والبقاء وعادة ما تكون شجرة الميلاد شجرة صنوبرية أو مخروطية خضراء مثل شجرة التنوب والصنوبر أو شجرة اصطناعية من مظهر مماثل تتزين بنجمة الميلاد وأجراس الملائكة والأكليل والأنوار فيه كذا نوع شجر بيبتدي مثلا من متر واشين سنتي وفيه أقل وفيه أصغر كده بس طبعا الناس بيحبوا الأحجام الأكبر شوية عشان بيحبوا زينوها يبقى منظرها أفضل لما تبقى كبيرة فيه كذا نوع فيه مثلا حاجة زي كده تحط على مكتب صغيرة فيه أحجام كبيرة وفيه حاجات باللد وبالنور تبقى جاهزة أنها تتصور أنواع الكريسوس تبقى حاجة اسمها سر ولمون بتدي بعض ريحة بتاعة ريحة اللمون نفس تمام؟ المبدأين؟ أول حاجة نزل طبعا هو الحاجة اسمها التوية دي بتاعة الكريسوس نفس الحاجة التالتة بتبقى بنت الأنزة دي بتاخد فترة اللي هي من شهر 11 إلى شهر 2 أو شهر 1 بالكتير أول المقاس اللي هو صغير بيبقى من 25 إلى 40 جنيه المقاس الوسط 100 إلى 120 بالنسبة للمقاس الكبير من 250 إلى 400 جنيه أعياد الميلاد هذا العام لها طابعها المختلف عن أي عام مضى فالاحتفالات حول العالم اقتصرت على الأجواء العائلية والاحتفالات المنزلية ما جعل لشجرة الميلاد البهجة الأكبر مع استقبال العام الجديد عشان الظروف اللي احنا بنبر ميها فقلنا بقى يعني حاجة تفرحنا في البيت فجبنا بقى هنجيب الشجرة إن شاء الله والزينة ونعدنا عليها أنا ووسيلة ونحتفل كلنا بيها ونفضل في البيت يعني عشان أأمن وأحسن جبت شجرة وجبت زينة صغيرة بابا نويل والأجراز يعني عن زبط الشجرة كده إن شاء الله تدي فرحة جدا أنا عن نفسي مش جايب شجرة كريستمس أنا زرع شجرة كريستمس في البيت فهموا زرع شجرة كريستمس في البيت عشان نحتفل كل رص السنة بصراحة إنها ليست مجرد شجرة خضراء مزينة وملونة وتعلوها نجمة لامعة كنجوم السماء ولكنها رمز لرسالة السلام التي أتى بها السيد المسيح للعالم أجمع وعلامة نهاية عام وبداية عام آخر نأمل أن تحمل أيامه الخير والسعادة والبركة لكل المصريين مرنة عادل أكسترونيز